معتسم. الارتفاعات التي شاهدناها اليوم هل هي مرتبطة ببرنامج الحكومة الذي أعلن؟ وما هو رأيك بالبرنامج؟ يعني إلى أي مدى يمكن على أرض الواقع تطبيقه وتخفيض العجز الذي تحدثت عنه الحكومة من 8 إلى 9%؟ طبعا نقطة العجز بالذات. أنا أعتقد أن النصف العام الأول من العام المالي 2015-2016 بيقول أنه من الصعب جدا أننا نقلل هذا العجز. كمان كرات البنك المركزي الأخيرة من حيث تخفيض سعر الصرف الجنيه. زاد أعباء فوائد دين جديدة. محافظة بنك المركزي نفسه قال أنها في حدود 14 مليار جنيه. زاد أنه هيزود من فطورة الدعم التي ستقدمها الحكومة المصرية وتتحملها بشكل مباشر جدا خلال موازنة هذا العام. وبالتالي أيضا ستزيد من نسبة العجز. وبالتالي أنا أعتقد أن من الصعب السيطرة على العجز على أقل هذا العام. من الصعب جدا أن نسيطرة على هذا العجز. بقيد بنوضي البيان اللي اتنشر. يعني أول اللي تقال للأرقام فيه غير محددة بشكل كبير. وبالتالي من الصعب تقييم هذا البرنامج. لكن أنا إذا سألتني على التحجه السياسي العام اللي أنا شايفه من قبل المجتمع. أن المجتمع يميل أكثر لكبول هذا البيان على أساس أن مرحلة صعبة. وأنه يجب عدم وجود المحافظة على الاستقرار السياسي بشكل عام. وهو ده اللي هيخلي تحقيق معدلات نموه خلال الفترة القادمة. والاستقرار السياسي يمكن أهم من وجود بيان واضح للحكومة على الوضع الاقتصادي خلال العام القادم. السوق اليوم امتص برأيك الجدل القائم حول صفقة سي آي كابيتال. حتى نرى الارتفاعات التي تمت. وإن لم تكن بشكل كبير دكتور معتصم. الحقيقة الارتفاعات التي تمت في الأسهم الصغيرة ومتوسطة يمكن أكبر كثير من الارتفاعات التي تمت في الأسهم الكبيرة. الأسهم الكبيرة والموجودة في إي جي أكس سيرتي متأثرة بشكل كبير جدا بالبنك التجاري الدولي. شفنا البنك التجاري الدولي لم يطلق لآخر الجلطة فقط ب39 ونصف. لكن المتوسط مرجح لليوم بيعتبر إغلاق اليوم في البنك التجاري أقل من كده. وبالتالي شايفين مؤشر إي جي أكس سيرتي تحركات وضعيفة جدا في حين مؤشر إي جي أكس سيفنتي وإي جي أكس سيفتي. شايفين التحركات فيه أكبر بشكل كبير. وبالتالي عارفين البنك التجاري فيه أمرين دلوقتي بيأثروا فيه. هل سيتم إتمام سوقت سي آي كابيتال ولا لا؟ هل سيتم إبقاء على رئيس مجلس دارة البنك ولا لا؟ هم الأمرين دون مؤثرين بشكل كبير على البنك التجاري الدولي. الأمر الأول بتاع السي آي كابيتال. أنا شايف أنه في النهاية سيتم الموقع على السي آي كابيتال. إذا كان هناك إضحات لابد تقدمها إلى هيئة الرقابة المالية فهذا أمر طبيعي. إذا كان هناك إضحات يجب تقدمها لجهات أمنية فهذا أمر طبيعي. إذا كان هناك عروض شراء منافسة من قبل بعض المؤسسات سواء حكومية أو غير حكومية. هذا أمر جايد بالنسبة للسوء. هذا أمر لا يزعل حتى أبدا أن يتم منافسة حرة. حتى لو من شركات حكومية تقدم عرض على السي آي كابيتال. ردا على اعتبار البعض أن تقدم البنك الأهلي لعرض شراء منافسة. هذا أمر لا يجب منافسة من القطاع الخاص. لا يجب منافسة من القطاع الخاص. هذا أمر لا يعيبه أبدا طالما هذا في إضافة القانون. يعني وارد يعود البنك الأهلي للتقدم من جديد دكتور معتصم بعد انسحابه المرة الأولى؟ حتى الآن ما فيش مؤشرات لك. نحن نرد على البعض اللي بيعيب على البنك الأهلي التقدم. لا أنا أشوف أن ده أمر طبيعي جدا. إذا البنك الأهلي أو غيره شاب فرصة استثمارية. القطاع الخاص لفت النظر إليها. وتقدمت الجهة الحكومية أو غيرها للتقدم. فده أمر لا يعيب. ونفس المستثمر حصل له كده في الجزائر. لو نشوف جيزي حصل فيها إيه؟ صحيح. لحكومة الجزائرية تقدمت وهي اللي خادت الشبكة. لأنني شايفت أن دخول استثمارات في هذا الأمر. يعني يمكن أن نكون في صلاحها. وفي صلاحها هي أنها تقوم بعملات الشراء. وبالتالي إذا كنا يعني ده بيتم في دول أخرى للحفاظ على تنافسية. فلما لا يعني يحدث في مصر؟ اليوم بيلتون عم بتقول أنه اعتمدت تحديد القيمة العادلة لشركة سي آي كابيتل. وقدرتها بقرابة المليار وثلاثين مليون جنيه. ستكون موازعة على عدد خمسة وخمسين مليون سهم. بقيمة تسات عشر جنيه والتسعة وستين أرش للسهم. أيضا ذكرت الشركة بأنه سيتم تأجيل دكتور معطصم. زيادة رأس المال إلى حين طبعا الانتهاء من القوائم المالية. هل التأجيل برأيك فعلا هو مرتبط بالقوائم أم هو إلى حين البت بصفقة الاستحواذ؟ يعني يمكن السبب المعلن الرسمي هو الاعتماد القائم. لكن بالتأكيد هذا مرتبط بالانتهاء من الاستحواذ. عشان يجيب عملية زيادة رأس المال في وضعها الصحيح. وعملية زيادة رأس المال مرضبطة بالضخ اللي هيتم. خاصة أن رأسكم للتصالات أعلنت أبريد أنها تدي كرد حسن لبلتون. وبالتأكيد هذا الكرد هو اللي هيتحول من أرصدة دائنة لدى بلتون إلى زيادة رأس المال. وبالتالي الأمر المرتبطين ببعض. طيب نعود لسي آي كابتل سي آي بي. لأنه ظاهر هشام عز العرب اليوم سيوجه رسالة أيضا بالنسبة للمركزي. حول عملية القرار بالنسبة للرؤساء التنفيذيين. أنه حسب ما ذكرنا بالخبر يا دكتور موتاسم. أن هذا القرار لم يطبق إلا في نيجيريا من عدة أعوام. لكن لم يطبق حتى على مستوى العالم. هل يمكن أن يلقى أي ردة فعل من قبل المركزي على هذا الطلب الرسمي؟ أولا أنا أحب أن نسأل سؤال. هل هو هذا القرار في ظل مبدأ من مبادئ الحوكمة؟ أم لا؟ طبعا في ظل مبدأ من مبادئ الحوكمة. أنه البقاء في مكان واحد لفترة زمنية طويلة. هذا بالتأكيد قد يؤدي إلى وجود بعض التراخي. أو وجود عدم وجود معارضة داخلية في البورد أو مجلس إدارة الشركة. وبالتالي هذا أمر في حد ذاته جيد. وده من سلطات البنك المركزي أنه يعمل كده. لكن السؤال. هل كان يجب أن يتم استعجال بدون إتمام المدة القانونية لمجالس الإدارة؟ بمعنى لو في مجلس إدارة بقيله ثلاث سنين. هو يكمل الثلاث سنين دول. وبعد كده في الانتخابات الجديدة يتم تغيير مجلس الإدارة وتغيير رئيس مجلس الإدارة. طبعا من وجه نظري أن الاستعجال أنه تم منح مهلة لمدة عام واحد. هذا أمر كان غير مستحب. وكان يجب أن كل مجلس إدارة موجود يتم من مدته. لأن بالتأكيد البنك المركزي قبل كده أدى موافقات بهذا الأمر. وبالتالي لا يجب أن يلغي هذه الموافقات. وأن تكون الموافقة تستمر حتى نهاية مدتها. ثم عند قرار الجمعية العمومية الأغز موافقة أخرى يكون البنك المركزي له رأيه. شكرا جزيلا لك دكتور معتصم الشهيدين. نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية.